نروح لتنس الطاولة سيدات نفس الكلام القرعة عملت الاهلي مع الظهور والاولمبي والاعلاميين بقرأة دولي سيدات تنس الطاولة دي صورة من الاهلي مديد ناصر بكأس البطولة العربية بعد ما رجعوا من المطار التجهق فورا للمديد ناصر او النادي الاهلي مديد ناصر والتقطوا بعد الصور التسكرية المطشطة تتبديد برضو 8 اكتوبر ويتكون بالنظام الذهاب والعياب ارض برضو خمس مطشطة فردية ليفوز بتلاتة يفوز باللقاء ويقود هو لسه جاي لخبر انه كسب حالا ويقود جهاز تنس الطاولة كابتن عبدالفتاح مدير فني ومعه كابتن عادل شمان مدرب عام لفريق السيدات واحمد حامد مديرا ادريا وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح ادريين كل توفيق لتنس الطاولة يعني زي ما بيقولوا زي ما قلتلكم او احنا بنقول طول الوقت في حلقاتنا فيه ألعاب عريقة في النادي الاهلي تنس الطاولة منها هنلاقي تنس الارضي نهاردة النص التاني من حلقتنا ضيفنا في تنس الارضي وانا اقول لكم الدنيا يعني بتدارس ازاي عندنا مثلا كرة القدم طبعا من الألعاب العريقة في النادي الاهلي هتلاقي الووتر بول وايضا من الألعاب السباحة كل ده ألعاب من بداية انشاء النادي الاهلي هتلاقيها بعد فترة قليلة بدأت تبتدي في النادي الاهلي فتنس الطاولة من الألعاب دي وكنا عملنا التقرير لو تفتكروا حضراتكم من تاريخ تنس الطاولة في نادي الأهل وابدايته كانت سنة كام وده حقيقة مهم جدا ان احنا دايما نكون متابعين تنس الطاولة لانها خرجت وبتخرج كوادر كبيرة جدا للمنتخب مصر